لكل داء إذا ما حل أدوية وللنفوس دواء ما به ألمي وفي الكتاب لنا الآيات جوهرة وفي الحديث شفاء ما به سقمي يا عبد أقبل على الإيمان والتقوى دعي الغرور فإن الله منتقمي دعي الغرور فإن الله منتقمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المحمود هو الله جل جلاله والمسلم عليه محمد وآله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أيها الإخوة أدوية فعلا أدوية حقيقي والله داوى كلام الله دواء كلام الله شفاء آيات القرآن متعة حلاوة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه خذ الدوى بقى المطلوب منك النهاردة أن تشهد ربك على إرادة الشفاء إن ربنا يرى من قلبك إنك عايز تتوب عايز تشفى بام المعاصي والذنوب اثنين أن تبرم معه العقد على شراء العفو ثلاثة ثلاثة أن تقطع تذاكر العودة اقطع تذاكر العودة إليه سبحانه وتعالى إن قطعت فاجعل دون الوفاء عهدك بالموت فاجعل دون الوفاء بعهدك الموت أنا عايز أسألك سؤال بالمناسبة قل لي هاد يا وليد انت أبو فإن الله صفرة سنك كم سنة دلوقتي هل تسألت عمرك كم سنة في ضوء نشاطك أو كسلك مبادرتك أو تقاعسك انتباهك أو غفلتك تستطيع أن تحدد عمرك الحقيقي بيقولوا أن واحد من الناس اللي ماتوا دولك بيسألوه آخر عمره انت عشت كم سنة قال لهما أنا عشت سبع أيام قال له سبعة أيام انت بيته عندك سبعين سنة قال اللي أنا عشتهم في السبعين سنة دول سبعة أيام هو ده الناس اللي تحسبها صح ان عمرك المحسوب بميزان الإيمان لا بذاكرة الأيام بحساب الكرام البررة لابس جلات موظف الحي ابن القيم بيقول كلام زي الفل كلام أحلم الفل بيقول إيه فمن كان فما كان فما كان فما كان من وقته لله وبالله وبالله فهو حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة وكان خير ما قطع به النوم والبطالة فموت هذا خير له من حياته ابن القيم بيقول إيه اسمع 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 من أخطر من أخطر الكلام اللي تسمعه في حياتك بيقول إيه وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله بتقدر تقول لي بقى يا عم وليد يا بصفر عمرك كم دلوقتي يعني في خلال الاربع وتلاتين سنة اللي انت عيشتهم دول كان فيهم كام لله كان فيهم قد إيه لربنا وحده صفى لك الحال مع الله وأديه كنت تاية وضايع وكسلان وخامل وغافل وعاصي بيقولوا إيه عندنا في الفلاحين يقولوا تزوجت البطالة بالتواني فأولدها غلاما مع غلامة فأما الابن سموه فقر فأما الابن سموه بفقر وأما البنت سموه ندامة هي دي المصيبة كبيرة إن البطالة والتواني يتزوجوا فيك فيطلعوا فأر وندامة طيب يا عم الشيخ بلاش تقطيم قلنا نعمل إيه حلها إيه برضو الدواء من القرآن أنا بشيب لك دواء من بر أبدا الدواء فردية التابعة إنك تعرف إنك يوم القيامة لبوك هينفعك ولا أمك هتنفعك ولا أمراتك هتنفعك ولا أولادك هينفعوك ولا صحبك هينفعك ولا الشيخ هينفعك الكل هيتبرى منك الكل ما يعرفكش أنا قلت زمان قعد مع ابنك كده مع أمراتك وقال له أنا بحبك وضيعت عمري عشانك فأنا عندي عندك طلب بس لما موت باتي معايا أول ليلة في القبر تبات ابنك هيبات قل لهم أنا شايل بس المئة ألف دول لما موت حطوهم معايا في الطربة هيحطوهم الكل هيبيعك هي دي اسمع اسمع كلام ربنا كلام ربنا أنا لما بقرأ الآيات دي بتاع سورة الإسراء دي كده بحس إنه سيف طخ 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 ولا مش الرقب وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ دفت علي وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا قرأ كتابك كتاب نفسك اليوم عليك قسيبا من اهتدا فإنما يهتذي لنفسك أيوة وَمَا ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا الله اكتب عليك ما شاء الله وَلَا تَذِرُ وَازِرَةُ إِذْرَ أَخْرَى مَا كُنَّا مُؤَلِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا الله يفتح عليك عم الشيخ راك شوف أوقف مع الإياد دي كده واحدة واحدة زي قلتلك كده زي السيف وكل إنسان ألزمناه طائره وفي عنه كمسؤوليته عن نفسه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أكرأ ربنا جل جلاله قال إيه يبصرونهم إن تمسك كتابك كده يوم القيامة آه لما فتحت السماء فكانت أبوابه وتطايرت الصحف من السماء وكل واحد عمل عينيه كده أنا قلت عشان النجاة أن يقوم بقلبك شاهد من سواهد الآخرة أن يقوم بقلبك شاهد من إيه من سواهد الآخرة إنك أنت تبقى عايش المعنى ده تطايرت الصحف يا ترى كتابك هيجي بيمينك واللي بسمالك واحد يروح مخب بإيده السمال ورى ظهره كده عشان ما يجي ويرفع إيده اليمين بيفكر أنه هيقدر يخدع ربنا يروح جيله كتابه في اسمال ورى ظهره خد كتابه اقرأ لما أنا عارف اللي فيه هقرأ إيه اقرأ ربنا قال يبصرونهم هتقرأ غصب عنك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة وإن ربنا بيقولك بقى فردية التابعة إن انت مسؤول عن نفسك من اهتدى فإنما يهتدي نفسك ومن ضل فإنما يضل علي ولا تزر وازرة وزة أخرى قال الملك جل جلاله العلي وإن تدعو مسقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربه شيل معايا يا أبا لك يا ابن اللي فيها مكفيني تتوكع الله يا أم ما فيش حد هيشيل عنك طب أعمل أنجو بنفسي خد يا عم خد يا عم كمان حت الدواء عشان ما تفضلش تقول لي أعمل إيه كمان حت الدواء حتة الدواء دي اللي هي إيه أدم محدش هيعرفك في الأخرة حافظ انت على نفسك في الدنيا بقى إزاي؟ في حاجة اسمها ترويض الحواس ما تخليش ودنك تجري بعيد حافظ عليها ما تخليش عينك تسرح بعيد حافظ عليها لا 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 دا ما تخليش قلبك يسرح بعيد وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ أولي عم الشيخ مريكي وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كل أولئك كان عنه مسؤولا السمع والبصر والفؤاد هتسأل طبعا مليك اقعد بقى وَالَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَا رَحًا أَلَّفْ تَعْدِي إِنَّكَ لَا تَحْرِقَ الْأَرْضَ وَالَا تَبْنُوَا جِبَالَ طُولًا يا عم انت هتعمل لي فيها وانت جبل هتعمل لي فيها جبل انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اعرف مقامك ويعرف نفسك وعلى مهلك سوية بلاش الغرور بلاش الكبر هود الدواء ان السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولا طيب اعمل ايه اذا كنت انت زي بنقول لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اعمل ايه مع الارض والجبال ربنا يقول لك ده الارض والجبال بيسبحوني ان تسبح معاهم تنتظم في هذا السلك كنا قلنا قبل كده ايه لا تمشي عكس الاتجاه الكون كله ربنا بيقول ايه للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولالليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون في القراءة التانية يسبحون الشاز القراءة دي هذا يبقى الكون كله الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبارد والبحار والمحيطات والعصفير والطيور والحيوانات كل دول بيسبحوا فمشيين كده 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 مشيين كده بيسبحوا فانت لما تبطل تسبيح بتبقى نشاز عكس الناحية التانية ايه قول يا عم الشيخ راجة بقول كده تسبح تسبح له السماوات السبع والارض وما فيه تاني احلى تاني يا ربي افتعليك تسبح له السماوات السبع والارض وما فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده الله 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 وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا هيا دي تسبح له السماوات السبع والارض وما فيهن وإن من شيء كل شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انت مش فاهم بيسبحوا إزاي تأكد إن الكاميرا دي بتسبح والمكتب دا بيسبح والفازة دي بتسبح والنجفة دي بتسبح والفنوس دا بيسبح والخشف دا بيسبح أمن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انت مش فاهم تسبيحهم بس لو سبحت ربنا هيسخر لك كل شيء ويبقى كل شيء بيسبح معاك فتنتظم في هذا التسبيح لما قرأت حديث سيدنا نوح عليه السلام هو بيوصي ولاده وصيكما بسنتين بلا إله إلا الله فلو كانت السماوات والأرض والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو كانت السماوات والأراضين حلقة مبهمة لفصمتها لا إله إلا الله قال وسبحان الله وبحمده فهي تسبيح كل شيء وبها يرزق الخلق قل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يسبح له تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن لما تقول سبحان الله وبحمده تسبيح كل شيء وبها يرزق الخلق زي ما بترزق الشجرة وترزق العصفورة ويرزق التعبان هترزق هترزق عشان كده محتاجة دي صبر صبر ليل ونهار قولي عم الشيخ مريقي كده واشبر واشبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون والله الله يفتع عليك ما شاء الله ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا شو بقى شو بقى خلي بالك من الآية اللي جاية ديك اوي 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 ان اللي بيضيعك انك تمسي ورا التايهين موسيقى موسيقى واتبعها وكان أمره فوقا الله يفتع عليك هيا دي ما تمشيش ورا اللي امره فرط اللي فرط تاه وضاع ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فروط الله احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله لكل داء والتقوى دعي الغرور فإن الله منتقمي منتقمي دعي الغرور فإن الله منتقمي موسيقى موسيقى